بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدا دايما احنا بنتكلم عن الجليس مهم جدا ان احنا نتكلم عن جليس مناسب جدا 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 للظرف اللي احنا فيه وعشان كده احنا مختارين جليس النهاردة مختلف شوية هو صحيح جليس الناس بتعتبره جليس موسمي لكن احنا نتكلم عنه بطريقة مختلفة الجليس الموسمي ده بيصاحب كتير الناس بعد ما تخرجوا من رمضان من موسم شهر رمضان المليء بالذكر والعبادة وكمان العيد وهو مليء بالفرح بيحصل لهم حاجة كده انا استلحت على تسميتها اكتئاب ما بعد رمضان او ما حدش اتخذ اسمه كده طب انا ليه سميته اكتئاب ما بعد رمضان الاكتئاب معروف لما الانسان بيحس بحالة من الحزن او غياب المتعة وحالة من حالات غياب المتعة وغياب السعادة بشكل شديد جدا جدا ويحس بان هو مضغوط عليه وحاسس ان هو مش قادر يرجع لحياته الطبيعية بشكل كبير جدا 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 ويحس بان فقط شيء كان مهم بالنسبة له جدا جدا وده ما خليه مش قادر يرجع لحياته الطبيعية اكيد دوت شكل من اشكال وصورة من صور الاكتئاب في ناس كتيرة بعد رمضان وانتهاء العيد بيصاحبها الشعور بالحزن والكآبة ده وباللاجد بقى حطينا الناس دولة على التحليل كده واحنا عارفين ان احنا مهتمين جدا جدا بحاجة اسمها علم اجتماع التدين ومهتمين كمان بعلم الاسم وعلم نفس التدين لما حطينا الناس اللي بيحصل لهم ده على مسترة التحليل وجدنا شوية حاجات وجدنا ان الناس بدنا نقسم الى خمس انماط مختلفة في الاحساس بالاكتئاب بعد رمضان دائما احتاجين نركز فيه شوية النمط الاولاني المكتئب بسبب شعوره بالحصرة على مفاته من النفاحات في رمضان يعني النمط التاني نمط المكتئب بسبب شعوره بالقطيع بعد الوصل والخوف من الغفلة بعد الياقضاء اللي حصلته في رمضان النمط التالت نمط المكتئب ما حدش استعجل انا اتكلم بالتفصيل بعد شوية نمط المكتئب بسبب شعوره بفقد السكينة والانس خلاص وفقد السكينة والانس بعد ما ماذا رمضان النمط الرابع نمط المكتائب بسبب شعوره بالتوها بعد النور إنه حاسس بأنه هيتوه بعد ما كان فيه نور في رمضان رقم خمسة النمط الأخير نمط المكتائب بسبب عدم بسبب إنه هو هيرجع تاني النمط الحياة اللي كانت قبل رمضان التحليل الخماسي دوت بيطمننا الاتزان في التحليل تعالوا نشوف النمط الأولاني نمط المتحسر على مفاته من النفحات في رمضان المتحسر ده تسعد الناس بيقى مع تدين الكم بيخلطوا ما بين الحزن وما بين الكآبة والاكتئاب ففيه فئة من الناس بتحس بحصرة شديدة إن رمضان عدة من غير ما يدركوا نفحاته فيصابوا بالاكتئاب عشان هم مش قادرين يعوضوا اللي فاتهم لكن أنا بقول لهم حاجة مهمة جداً يا ريت نحفظها رمضان مجاش رمضان مش التعامل المناسب معه إذا فات إن احنا نعوض ولكن رمضان أصلاً جاء لنتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فنحن لا نحتاج إلى تعويض ولكن إيه اللي حاصل تعالوا نتأمل اللي قالوا العلماء في الفوائد في الكلام عن الفوائد وخاصة عند رب لكم مثال في فائتة زي الصلاة الفائتة العلماء في الصلاة الفائتة ما سموش الصلاة التي نأتي بها بعد فائت الوقت ما سموهاش صلاة التعويض ومع أن مسألة التعويض كانت أولى ولكن سموها صلاة القضاء ليه؟ لأن الذي قضى عليك بفوات هذه الصلاة يقضي عليك بأن يفتح لك الباب لكي تقبل على الله في مستقبل الحياة فما فيش تعويض اللي بيكلم عن التعويض ده يعتبر أنه كانت فيه فرصة أخيرة فتعالوا نعواضها لا 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 الأبواء مفتوحة عند الله وعشان كده إحنا على الدوام مع الله فلذلك ما فيش تعويض وهو معكم أينما كنتم حتى لو فاتكم رمضان فأنتم مش محتاجين تعويضة أنتم محتاجين تستمروا في الأقبال على الله دي نصيحة لأصحاب النمط الأول أصحاب النمط الثاني هو نمط إحنا ليه بنتكلم الكلام ده كله؟ بنتكلم الكلام ده لأن إحنا مش عايزين نكرر في كل مرة يحصل للناس نفس اللي بيحصل ده وأنا بقول لكم إن فيه اقتران شديد ما بين إن الناس يحصل لها اكتئاب ما بعد رمضان وإن هم يحصل لهم للانتكاسة بعد رمضان ويعودوا للذنوب بعد كده النمط الثاني ده اللي بيكتئب بسبب إنه بيحس بإحساس أشبه بالقطيع بعض الواصل كأنه كان محد وبعدين أطعب وإن هو بيخاف من إنه يقع في الغفلة بعد اليقظة بيحس إن رمضان كان عون على الإقبال على الله وخلاص رمضان عد فخلاص الإحساس بالعون خلاص هو فقد لكن الله سبحانه وتعالى قال صحيح قال لحضرة النبي بس حضرة النبي ده هو الباب اللي بيفتح لنا هذا المدد الرباني ما ودعك ربك وما قال فتفتح لنا الباب إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقلانا ولا يودعنا ولا يتركنا فده رمضان جاي بقى عشان يفكرنا بقاعدة مهمة جدا جدا دايما بقولها الأحبابي قاعدك تبع على قلبك كده الباقي معك ما ودعك فالوصل من الله سبحانه وتعالى دائم والعون قائم ولا ينتهي فده نصحتي لأصحاب النمط التالي أصحاب النمط التالي بقى دولة اللطاف بيقول لك إيه بيقول لك أنا اكتئبت ليه بقى لأن رمضان كان طائط نور حاسز فيها بالسكينة والسلام ويجي يقول لي بالذات أنت مولانا أنت تكلمت عن أن رمضان كان رمضان السلام السنادي فخلاص السلام والأنس دا والدفة دا وود الأهل وتجميع الناس على الخير خلاص راح وفجأة بيحس أنه فقط كل دا بعد رمضان أكتر حاجة لازم نفهمها لأصحاب النمط دا أن رمضان مش جاي عشان يعمل لنا مزاج على حد تعبير الناس وهم بيتكلموا عن دا في الدراسات يعني رمضان مش جاي عشان يبقى جاستمود مجرد حال لا رمضان جاي عشان نحيا فيه من جديد جاي ببركة تجديد لقلوبنا وعلاقتنا وحياتنا وبركة رمضان لا تفقد بل بركة رمضان تعاش في كل الحياة وتجدد فبركة رمضان تجدد رمضان دا مش في الزمان نوره هيستمر ولذلك إلا حاصل بركة ليلة قدر تنتشر يعني رمضان جاي عشان نستثمر ونعيش ببركاته في الحياة فلو كنا دلوقتي في رمضان جمال وبركة اللمة والاجتماع على الخير فالبركة دي جاية عشان نعيش بيها في حياتنا كلها بعد رمضان كمان فنجدد علاقتنا ونحرص على اللمة وندهوم مكان لله دا ما اتصل وإن احنا نجتمع على الخير فرمضان جاي للتزود مش للتعود رمضان مش جاي عشان نعمل عادات رمضان جاي عشان نتزود لقابل أيامنا فرمضان جاء ليه؟ للتزود لا للتعود مش جاي عشان نعمل عادة إن كل ما يجي رمضان نتلم لكن رمضان جاي عشان إيه؟ نتزود فنتلم على طول ونجتمع على طول ونعرف إن اجتماعنا دا النياضة الله فوقك يا جماعة فده يحصل في كل وقت وهو معكم شوفوا ومعكم ونتم مجتمعين ومعكم أينما كنتم ويما بنقول إننا بنتمنى إن السنة كلها تكون رمضان يكون مش من باب الحصر على إن رمضان خلص لكن من باب تذكير الناس باستحاب بركة نور شهر رمضان في كل السنة عشان كده الصحابة ورد عنهم إن هم كانوا رضوان الله عليهم بيفضلوا ستة أشهر يدعوا ربنا إن هم يدركوا رمضان يبلغهم رمضان إيه اللي حاصل؟ ويدوا الخمسة تشهر بعد رمضان إيه اللي حاصل؟ إن ربنا سبحانه وتتقبل منهم رمضان يعني بيعيشوا برمضان طول السنة فكانت حياتهم كلها عايشين فيها ببركة رمضان ويمكن عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان وأتباعه ستة من شوال فكأنما صامت ظهر كلها يعني إيه اللي حاصل؟ الحالة دي هتحصل له في الظهر كله في الزمن كله ومش بيبس في رمضان فنتعلم إن رمضان جاي للحياة كلها جاي عشان نتيقن إن حضرة مولانا سبحانه وتعالى الأجل معانا في كل نفس وعلشان كده كانت ليلة القدر ليلة واحدة من ليلة رمضان بتساول عمر كله ليلة القدر خيره من ألف شهر وإحنا شرحنا بالتفصيل في رمضان إن معنا ليلة القدر خيره من ألف شهر يعني خيره من الدنيا وما فيها النمط الرابع بنقوله هون عليك وده النمط اللي بيحس ويكتائب بسبب إحساسه بالتهى بعد النور أنا كنت عايش في نور رمضان أعمل إيه؟ راح من النور عايش في الظلمة النور ده لمس قلبي طب ولما لمس قلبك مين قالك النواة ذهب عندك إزاي يعيش بالنور أو بالتوبة في تفاصيل حياتي بعد رمضان وساعات بيحس إنه مش قادر على تكلفة التجديد في الحياة يعني مثلا حد نواة النواة يتوب عن العصبية لما رجع للشغر وللحياة لأ نفسه مش قادر مش قادر ما يتعصبش ومش عارف إزاي يعمل كده زي برضو اللي تاب إنه يشرب السجاير في رمضان فانقطع عن السجاير في رمضان فأول ما رجع مع أول دي راح نافخ ورح شارب السجاير فهو يقول لك فبدأ يحس بالفجوة بين اللي عايشه في رمضان واللعاهد ربنا عليه إنه هو يتكمل فيه في حياته بإنه هو ما يكملش في العصبية وإنه ما يكملش في السجاير فحس بالاكتئاب ما حس بالفجوة دي لكن الإحساس بالتوهو والفجوة على فكرة إيه اللي حصل يزال بالمحاولة يعني الإحساس بالفجوة دي نزيله بالمحاولة نزيله بدوام العيش بمدد الله الذي لا ينقطع عنك ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل خلي بالك في الحديث ده معنى إيه إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل مش العمل هو اللي يداوم انت اللي هتداوم فالديمومة بوصله باب مفتوحه منه وفضل من الله مفتوح للكل يبقى فالديمومة مالهى بركة تغير حياة الإنسان وآزن الله بها للكل وتملأ حياتنا كلنا بالوسع فعشان كده بقوله ما فيش قطيعة ولا حاجة ما فيش توهى ولا حاجة كمل داوم المدومة ديت هي اللي فيها النهر ما زال يجري والوصل ما زال يجري فاستمر النمط الخامس بقى بقوله ايه بقى النمط الخامس اللي هو ايه اذكركم به اللي هو بيقول بعد رمضان والعيد والأجازة ايه لا يحصل هارجع للروتين بتاع حياتي تاني هارجع للروتين والله يصدقوني هارجع هترجع زي التعبير المصري هترجع ريمة لعديدة على القديمة وهارجع تاني همتكس والعودة لنفس الأعباء والدوران في الساقية اللي احنا هتكلمنا عنه في بعض الحلقات قبل كده فهنرجع لأشغالنا وأنشطة حياتنا ونحس بثقة للحياة جدا وهنفس زي ما احنا دا ليه بقى بيحصل عند الشخص دا لاننا بنرجع بنفس النفسية ما قبل رمضان والعيد وننتظر للأجازة الجاية يتيجي عشان نخرج شوية من الساقية دي لأ رمضان والعيد علمونا تعليمة مهمة قوي قوي إن هم جايين عشان نتحول لمعنى يجدد نظرتنا للحياة رمضان والعيد جوم عشان يجددوا نظرتنا للحياة مش جايين عشان هم موسم وراح ويجددوا نظرتنا للحياة فنرى الحياة من عند الله لو كانت دنيا تساوي عند الله يبقى الدنيا نشوفها من عند الله نشوفها من عند الملك عشان كده بقول إن من أجمل الحقائق اللي ممكن نعيشها في الحياة اسمع بقلبك عدم انتظار عودة الأعياد لنفرح ونذوب لأن الله وضع سرا فيها أنها لا ترحل ولكن ولكن تتحول لمعنى تحيا به القلوب وساعتها لا ينقطع فرحها لدوام بقائها في حضرة المحبوب سبحانه وتعالى ساعتها عتعيش الفرحة في حياتك وتحس إن هي تحولت من لحظة إلى إيه؟ إلى ملاحظة تلاحظ بها الحياة عين ترى بها الحياة وارتيني حياة على فكرة مستقل وهم لو تعملنا معها بعين وقدم عين بنشوف فيها النعم المكررة دي ركائس في حياتنا ما تستبش وقدم بتضيف لحياتنا كل يوم معنى جديد بيغير في حياتنا وتوسع وتجدد حياتنا بنور الله فنشوف ألطاف الله سبحانه وتعالى مش بس وكرم مش بس ووده محاوط بينا فنرى الدنيا اتسعد بعد رمضان فاللي زعلان عشان رمضان والعيد خلصه طيب قلبك ايه طيب قلبه ايه الله معك ما ودعك ربك معاك واستسمن مدد الله ليك في رمضان والعيد وعيش بيه ربنا كان بيبشرك ان اللي اكرمك في رمضان والعيد ايه اللي حاصل خزائنه ماء يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار كمل كمل عتجد الفيوضات ونزاي كله حاصل لم يقل صلى الله عليه وسلم ان لله في ايام رمضان لنفحات ان لله في ايام دهركم لنفحات يلا يلا وابواب الجنة اللي فتحت في رمضان ما زال نسمها موجود بعد رمضان يبقى ازاي يفضل رمضان والعيد عايش فينا في حياتنا كلها في سبعية هقولكم ممكن نعيش بيها ممكن نعيش بيها فاكرين مجالات اللي احنا اتكلمنا فيها هناك في رمضان في الكلام عن السلام عن الكلام عنها تاني ونعيش بيها ببركة رمضان والعيد في جوانب حياتنا فاول جانب هو الجانب اللي بينك وبين ربنا ازاي بقى اعيش عايزين نقضى على فكرة اكتئاب ما بعد رمضان دي وما تجيش تاني خالص فازاي اخد من رمضان شيء بيني وبين ربنا يخليني مرجعش الاكتئاب ما بعد رمضان ده خالص ما يخلينيش بعد كل عبادة اكتئب مرة تانية ما يخلينيش انتكس ما يخلينيش قضيع يخليني دايما مع مولاي ابحث عن معنى ايوة انا منتظر ابحث عن معنى دي حدق لها لابد كده بس المرة دي اقولك ابحث عن معنى تدخل به خلوة مع الله كل يوم ولو لنصف ساعة وما تتركش الخلوة دي ابدا مع الله عارف الخلوة اللي هتقعد فيها نصف ساعة مع الله سبحانه وتعالى كل يوم هتخلي لك تحس بحاجة مهمة اون الله سبحانه وتعالى يحب ليالي رمضان ليه لانه اصطفها بان نزل فيها القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تب نزل القرآن فين في الخلوة على حضرة النبي بالليل فعرفنا ان الليل ده يفتح لك باب مع الله سبحانه وتعالى فاذا انت بينك وبين الله كل يوم يبقى عندك معنى بتطهل في خلوة تجلس فيها مع الله هتجد الليالي كلها منيرة بانوار الله وساعتها هتبقى انت فاهم ايه المعنى الاساسي تدخل به على الله سبحانه وتعالى يبقى ده فيه مما بينك وبين الله خلوة نص الساعة بمعنى تخرج به من رمضان ولا بأس ان انت تجدد المعنى ده وتخليه متطبط برمضان هتجد الليالي كلها ليالي الليلة قدر بينك وبين الله طيب هذا فيما بيني وبين الله فيما بينك وبين نفسك بقى اختر خلق عشت به في رمضان وكان قريب من قلبك وحسيت بانك انت ساعتها جددت انسانيتك زي ايه زي ان انت تكون حريص ان انت تساعد الناس وهدي بالك وما بقتش بتقول كلام صعب مش حضرت النبي علمنا الخلق ده فين سبهوا احد او قاتلوا فليقول اني صائم اني صائم فاخد بقى الخلق ده خلق ايه بقى ممكن يكون الخلق اللي حضرت النبي كلمك عليه الصبر ممكن ممكن يكون الخلق ده تلحلم ممكن ممكن يكون الرضا بان الله ممكن يكون ان انت مسلم امرك لله وهو يدافع عن الذين امنوا شوف الخلق ده وداوم عليه بعد رمضان هتجد حياتك بتتغير وبساعتها رأى تحس ان رمضان مازال موجود ايه ده ده الرجل لما بيتعصب علي انا بيني وبيني نفسي بقول ايه معلش ايه انا الله سبحانه وتعالى خلاني اشوف العصبية دي عشان اكره سوق الخلق الحمد لله يا رب ان انت ألهمتني وفتحت عيني ان انا اكون حليم الحمد لله خلاص وايه اللي حصل ده ربنا علمني كمان ان العصبية ودي الخلق ده بياخد دقيق انا تعلمت الدرس ده ومكمل بيه فحس ايه ده هو رمضان خلص وما خلص ايه ده انا ماشي برمضانه ماشي بانوار رمضانه فبقيت امسك عن السيء فلاقيت نفسي ايه اللي حصل لقيت انا في نفسي وكأنني بقيت بدير ذاتي بدير ذاتي بايه انا بحب دايما اسمعوني انا بحب ادير ذاتي بحسن الخلق انا بحب ده جد يعني كلامي كبير بقى اللي بيقولوا الناس انا بحب ادارة الذات بحسن الخلق اعزم ادارة الذات ومرة نتكلم في حلقة عندها تالت بقى اجراء في السبعية اللي انا بقولها التالي المجال التالت مع الاسرة بقى ايه اللي يخليني بيني وبين الاسرة يخليني ما يحصلش اكتئمة بعد رمضان ويخليني مع كل العبادات اعيش بعد كده بلا انتكاس خليك صاحب خليك حنية خليك صاحب حنان مع اهل بيتك وقول لهم كلام طيب وبشرهم ان الخير جاي لما تعمل كده في اهل بيتك هتحس ان هم مقربين منك وانت مقرب منهم لان انتوا بقيتوا سند لبعض ولما تحس ان انتوا سند لبعض تحس ايه ده دي الالفة والتقارب اللي كان موجود في رمضان لسه موجود ده احنا مش بس اجتماعنا على وجبة الفطار مع بعض في رمضان ده احنا اجتماعنا كمان على الحنية عارف احلى ما في الاجتماع على الفطار مع بعض او احلى ما على القرب مع بعض في رمضان هو إيه؟ الحنان إن احنا بنحس إن احنا متطمينين مع بعض فيه كده حنية موجودة بتخلينا نخرج من متاعب الحياة والروح إلى الدفء والحنان اللي ربنا بيتحنن علينا فيه فبيسر الحنان من كل واحد فينا في موجات كده تملانة إحساس بالحنان وسعدت الحنان ده بيخلينا نقول كلام حلو وسعدت الواحد على مائدة الفطار يقول له ربنا يخليكم ليه يحس كده بإنهم مجرد وجودهم حواليه بقى فيه حنية إنت لو خرجت من رمضان بالحنية وبقيت حنين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كان حنين لنا لما دينا رمضان حنين لنا لما دينا ليلة القدر حنين لنا لما كان بيعتق رقاب الناس في كل ليلة من الليلة لرمضان ثم يجي في الأخ فيعطق مثل ما اعتقوا في رمضان الله أكبر يبقى أول حاجة في أول شيء خالص بينك وبين ربنا خلوة نص ساعة تاني حاجة بينك وبين نفسك خلق استمر عليه بينك وبين أهلك الحنية بينك وبين العمل بقى في الشغل بقى ده المجال الرابع في العمل بقى اتعلم شيء جديد اتعلم شيء جديد دلوقتي وأتقن مهارة أن أنت اتقن مهارة جديدة حشان يبقى إيه اللي حاصل وكأنك لما تدخن مهارة جديدة كأنك اتولدت في العمل من جديد وكأنك هتسمع كلام حضرة النبي اللي علمنا أن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه أن يتقنه يعني إيه يبقى في جديد ولزيك إيه اللي حاصل يبقى اليوم اللي أنت ما تزدادش فيه علماً فأنت مغبون فيه فاليوم ده مفروض يكون خصم من حياتك طب عايز اليوم ده يبقى إضافة في حياتك ويكون شاهد ليك يتعلم حق جديدة كل ما تتعلم ما تقولش اللي هقل أدف لقسمهم مش مستحقين لكن أنت وحياتك تستحق أن أنت تتعلم حق جديدة عشان أنت مش عارف لما تتعلم حق جديدة إيه أبواب الخير اللي هتتفتح لك لما ربنا سبحانه وتعالى يراك بتتقن عملك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فما بالك بعبد الله سبحانه وتعالى لما نظر إليه وقل اعملوا فسير الله أعملكم ورسوله والمؤمنون لما بصل الله على عملك وجدك بتتقن فأحب عملك فما بالك بعبد أحب الله وعمله ما أقولكش نروح للمجالك خمس في العلاقات بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الأعاشة الأواخر إنه ودعاء اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عنه فتعالوا نتعلم من ليلة القدر اللي احنا كلنا كنا بنرجوها نتعلم إيه على الجزاء والإحسان إلا الإحسان فنتعلم إيه عايز تبقى من أهل ليلة القدر على الدوام خليك متغاضي عيش بالتغاضي في علاقاتك تجاوز عن الناس فإن الله يحب المتجاوزين ومن زي كده أدخل الرجل الجنة بس عشان هو متغاضي يبقى أنت تغاضي عن الناس رقم 6 بقى وهو إزاي بقى هنتعامل مع مستقبلنا بقى رمضان علمنا السعي فخليك مستبشر دايما وحط إيدك على قلبك كل يوم في الصباح والمساء وقول لنفسك إن الذي يستقبلك أيها القلب في مستقبلك غدا ليس الساعات والليالي إن الذي يستقبلك غدا هو الرحمن فلا تخف من مكان أو زمان فإنك في حضرة الرحمن قل لي نفسك كده وخش على مستقبل بإيه بإن أنت أضيف مولاك مين اللي هيضيفني في مستقبلي مولاي فلا أستكسر حلما أستمر وأقبل على الله سبحانه وتعالى آخر حاجة آخر مجاله والمجال السابع هو السعادة فالسعادة يا سادة ليست صناع السعادة الحقيقية يعني الحقيقية اللي الناس غلبوا في تعرفها السعادة الحقيقية إنك ترى المعطي سبحانه وهو يعطيك العطاء فإيه اللي حصل فتسعد أن ترى وجه المعطي بأن تكسر الحم وتداوم على عبادته وأن تفرح فيفرح الله لفرحك أن تعبد الله بعبادة البهجة والفرح بنعمة الله زي أنك تخرج مثلا مهل بيتك مرة كل أسبوع زي أنك تدخل الفرح على قلب حد زي أنك أنت تتونس حد ونزاك نقول دايما وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول لمولانا سبحانه وتعالى عشان نقدر نخرج من هذه الكآبة بفرح فرح كبير إن الله سبحانه وتعالى ألهمنا إن احنا نشوف السبعية دي السبعية ديت اللي تغير حياتنا ونقول لمولانا وإحنا متمسقين بفضله ونعمته اللهم إنك أكرمتنا بأن جعلت الفرح بنعمتك عبادة فغمست بقاءنا في قربك في شهد أنهار السعادة فنسألك بجودك وكرمك ألا تقطع عن قلوبنا حلاوة هذا السرور وأن تديم على أفئدتنا الذوبان في جمال ما في ودك وعطفك علينا من نور يا من أدهشت قلوبنا بإسعادها ببركة رمضان وجمال العيد أدم علينا ودك وارزقنا مع كل نفس نورا من وصالك نحس ببرده يسري في أوريدتنا يا من خلقتنا أسعدنا على الدوام بأننا في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل منتقي مع حضرتكم مع أسئلتكم من أرسلتهن بعد ما عطرته صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ومشاركتنا في رمضان بالسلام نرجع لصفحتنا بالسلام ونقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا ونجيب عليها بالسلام ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك المنورة بأنواركم بأنوار ما رسلتوه إلينا من رمضان وبأنوار أسئلتكم اللي بنخصص لها وقت عشان نجيب عليها بكل محبة وكل شوق وصلت لنا جملة من الأسئلة وتعالوا نبتدي بأول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم يا دكتور ما حكم تأخير كفارة يمين الطلاق نظرا لظروف المعيشة الصعبة وضيق الحال هتسمح لي أن أنا أجاوب على السؤال ده بتلت أجزاء الجزء الأولاني ما حكم تأخير كفارة يمين الطلاق نظرا لصعوبة المعيشة أن إن شاء الله ربنا يعفو عن هذا لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه صحيح أن كفارة اليمين دي هتبقى دين عليك لله سبحانه وتعالى فعشان هو ده دين لله سبحانه وتعالى فإن شاء الله لا يكون عليك إثمه ما دمت لم تقصر في دفع هذا الدين وقضاء هذا الدين الذي أصبح للفقراء وإنت هتوزعه بعد كده للمساكين ده أول جزء وده السؤال اللي أنت سألته لزاك بدأت به ولكن فيه جزءين تاني مهمين جدا 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 الجزء التاني المهم جدا اللي هو أنت سميت ده يمين طلاق فأنت من نفسك سميته يمين طلاق مين قالك إن ده يمين طلاق مجالز يكون ده طلاق معلق مجالز ده يكون طلاق فأنت لازم ترجع وتستفتي في ده لا تفتي نفسك أنا ناس كتيرة بتعمل الحكاية دي بتعمل حكاية إيه بقى؟ إن هي تفتي نفسها فتقوله والله ده يمين طلاق مش طلاق أو ده والله يطلاق معلق مرة كنت بسمع بسمع مبارح حد بيسأل أحد الأسدزة فبيقوله والله يا مولانا إيه حكم الإيه؟ إيه حكم اليمين المعلق أنا ما بنصحش حد يجي بالطريقة دي يعني أنا ما بنصحش إن حد يجي يقوله والله إيه حكم اليمين المعلق أقوله حضرتك لما بتسألني دلوقتي لا تسألني عن عن إيه؟ ما بتسألنيش عن حكم عادي لأن أنت لو بتسألني عن حكم عادي هتسألني في المسجد هتسألني في الكلية لكن أنت هنا بتسألني عن فتوى فلازم أتأكد فإذا كان هو بيسألني عن حكم مطلق كده هجاوبه لكن أنا لازم أتأكد أنه ما بيسألنيش عن فتوى ليه؟ لأن بعض الأحيان الناس بيسألون عن الفتوى في شكل سؤال فقه ثم يأخذ الحكم وهو وينزله على حاله فيفسد حاله ألا عزب الله ليه بيفسد حاله؟ لأن الفتوى بتتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص يعني الفتوى تنزل على شخص بعينه هذه صنعة هذه مهنة هذه أمانة هذه أمر له أصول فلا يستطيع أن يفعله الإنسان الدليل على ذلك كان سيدنا عبدالله بن عباس مع تلاميزته تلاميزته يعني ايه؟ مشتغلين بالعلم تلاميزته يعني ايه؟ تابعين تلاميزته يعني ايه؟ متصلين بهذا الدين فمرة قال لي واحد جي واحد سأله هل القاتل توبة؟ قال له لا فجي واحد تاني سأله هل القاتل توبة؟ قال له نعم فتلاميزة سيدنا عبدالله بن عباس قالوا له ايه؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى هم كانوا عارفين الأصل اللي هيقوله سيدنا عبدالله بن عباس لا لأنه هو اللي كان بيفتي هم متعلمين فقه لكن لازم كمان يتعلموا الفتوى ولذلك بيبقى خطر او 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 ان الناس تفتي نفسها يعني طريقة غير رشيدة طريقة والعزب الله فيها توريط للناس ان نوقع الناس ناخد الناس كده ونرميهم في قوله تعالى ولا تقولوا اللي ما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يعني نبناخد الناس كده عشان تتجرأ على الله لا دي صنعة ولما يعرفش ان هي صنعة يسكت ويجي تعلم يعني اللي مش عارف ان الفتوى صنعة يبقى هو قصر في التعليم يعني لو هو عارف ان الفتوى دي الناس كلها تعملها هو قصر في تعليم الدين حتى لو كان استاذ هو قصر في تعليم الدين ليه هو ممكن واحد يجي ويقعد يجيب اقوال كده ويقعد يشوشع عليك بالاقوال بس هو لو راح مثلا لكتب راح مثلا لرسم المفتي لبنى عبدين ولا راح لمقدمة الامام الناووي ولا راح احنا كده كان كان مذب تلات مذب ولا راح للمعيار المعرب اللي وران شريسي مثلا يروح في الجزء العاشر صفحة خمسة وعشرين طبع المغاربية يبص يلاقي ايه يلاقي بيحكي عن ابن سهل احد كبار اه اهمة المالكية ويقول ايه بقى يقول كنتوا احفظوا المدونة والمستخرجة حافظ اكبر كتابين الكتاب الاصل العمدة في المذهب والكتاب المبسوط في المذهب طيب فلما جلست مجلس الفتوى ما داريته ما اقول ما عرفتش اقول ايه ليه بالكفال للشر انت عالم حافظوا يعني بحاثة يعني انت عرف تجيب لنا الاقوال من هنا ومن هنا ومن هنا انت بحاثة بحاثة اهو يعني فلما جلست مجلس الفتوى ما داريته ما اقول انا اعمل كده في المسلمين اقول لهم خدوا انتوا وقفتوا نفسكم يعني ده الرجل نفسه معرفش طب ليه جايز انت عندك مشكلة جايز انت عندك مشكلة بحسية لا اولا حقيل كده لان الافتاء صنعة فالافتاء ايه صنعة من جملة الصنائح فما ينفعش ان انا اروح للكتب واقوع اجيب من الكتب الاقوال وانسى ان انا اجيب من الكتب الاصول يبقى كده ولا هازم الله فساد عريض فإن اللي حاصل المسألة بالسهولة وبيسر خالص ان انا لازم ببساطة خالص ارجع واسأل اهل العلم وبعيد النصيحة تاني دي احبابنا اللي بيتولوا الافتاء على الهوى ارجوكم قال له الافتاء في مسائل الطلاق على الهوى لان مسائل الطلاق تحتاج الى تحقق انت مش محقق على فكرة انت مش قاضي عشان بس محدش يقولك انت بتمرس السلطة انا من ننص السلطة احنا بنمرس امانة والامانة تقتضي التحقق مش التحقيق فانت لازم تتحقق من هو قال ايه لما هو اصلا لما عمل المسألة دي مش عارف يعمل حاجة يقولهم انا بيعلمه يعمل ايه يعمل يقرى يقرى النص الشرع اللي هو ما يعرفش اللغة يعرف يقارن ما بين النصو الشرعية هو ما بيعرفش التعرض والتعرض والترجيح في اصول الفقه انت عايزه يعمل ايه عايزه يضيع نفسه كونك انت ما بتعرفش تفتي قرر ان انت ما تفتيش لكن اوعى اوعى ان تترك امانتك بان تتعلم بان تلقي امانتك على الناس مش كل حد تخرج من الجامعة ولا حصل على درجات علمية قادر على الافتاء لازم يروح يتعلم تعليم اضافي وتدريب اضافي الافتاء فيه معارف اضافية والافتاء فيه مهارات حزمة مهارات انا بقولك اذا اقولكم حاجة استخدام الفاظ الطلاق في غير ما شرعت لا اثم ليه لان رسول الله ليس لأحد ان يروع مسلم التخويف والتهديد بالطلاق حرام فمتستخدموش الفاظ الطلاق وفيه ناس كتيرة جدا 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 من حاجات اللي بترفع نسب الطلاق والاستخدام غير الرشيد لألفاظ الطلاق طيب السؤال اللي بعد كتا انا اقولتلك تلات حاجات انت لازم انت لو اخرت ده لغاية هو دين عليك هتسدده اول ما يجيلك فلوس تسدده وده ينلقى حق بان يقضى تاني حاجة ما تفتيش نفسك ونصحت اللي بيفتوا في الطلاق لو سمحتم خلوا بالكم ان الطلاق على الهوى مش هو دي احسن حاجة الحاجة التالتة لو سمحت توقف عن استعمال الفاظ الطلاق في غير ما شرعت له الفاظ الطلاق شرعت لانهاء الحياة الزوجية ما تستخدماش لا في التهديد ولا في احزنون السؤال اللي بعد كده بيقول ابني مريض وقبل مرضه كان برا واذا اخطأ مع امه في الكلام يعتذر لكن بعد مرضه اصبح يوجه الام ما يغضبها من اهانات اخاف ان يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة في ماذا افعل طيب انا حاس ان انت الام او انت الاب في كلا الحالتين انا شايف ان انتو محتاجين الكلام اوجهه لكم اولا ابننا لو كان مريض والمرض ده كما هو واضح مش مرض زي السكر ولا مرض زي كده لكن مرض ممكن يكون شديد شوية في بعض الاحيين بيبقوا الاباء والامهات مش فاهمين يعني ايه احوال اولادهم زي ايه مثلا ابن ما بقاش ما بقاش صبي لكن بقى شاب فلما بقى شاب ايه اللي حاصل عنده حاجة اسمعها الاستقلالية فالاب والام مصرين ان هما يتتبعوا افعاله غلط غلط هو مكلف زي زيكم انتو دلوقتي يعني هو عنده القيم طب هو عيشغل القيم امتى عيحس ان هو صادق مع الله امتى ولذلك ايه اللي حاصل انا في الحياة دي الوقتي هو لازم ان هو يتحمل مسئوليته فافضل ايه اللي حاصل واقف على دماغه هو اصبح مستقل هو مدير لحياته فتفضل الام واقف على دماغه ام صلي ام صلي ام صلي ام صلي لغاية ما ايه يقولها طب انا مش هصلي ليه طيب هو عايز يقولها انا عارف قدير حياتي ازاي يبقى هي وظيفتها معا ان هي اصبحت من ان هي بتدربه على السلوك الى انه بتنصحه اللي كي يستمر ويداوم على القيم والاخلاق طب وانا مش هتحمل لا لا خلاص او مكلف او مكلف موسئولة امام الله انا حاسس ان السؤال ده من نفس الجنس ايه ده نعمل ايه في الولد العاصي ده ما احنا جايز اصلا ما قدرناش حاجة مهمة جدا ايه الحاجة المهمة اللي احنا ما قدرنهاش ان فيه حاجة اسمها الاضطرابات النفسية المصاحبة للامراض يعني ده ايه اللي حاصل هو يعيني عنده المرض ثقيل عليه المرض ثقيل عليه فنعمل ايه فانسعده فعلى انه يتحمل يصبر مش نحسبه على انه هو ابتدى يأثر وابتدى يتغير وما بقاش ابننا فاكرين حديث رسول الله سلم لا تكن عونا للشيطان على اخيك فلا تكون عونا للشيطان على ابنك تقول له على فكرة انت لما قبل المرض قبل المرض المفروض لانا بدعمه فيه اقول له والله انت كنت قبل المرض انسان كويس لكن انت دلوقتي مش بار فيحس ان هو ايه ده هو المرض ده خلني طب والمرض ده مش هيزول يبقى انا كده بقيت فاسد طب ما خلص يبقى فاسد فاسد فيقول لك ما يغضبك او يقول لزوجتك ما يغضبها الحل هو ايه بقى انتوا تسألين الحل ايه الحل تلات حاجات اول حاجة الحنية والدعم الحنية والدعم والايه والمؤذرة نحن عليه وندعمه ونؤذره نؤذره في اللي هو فيه ده ساعتها هو هيهدى باله لان اللي حضاكم بتقولوا عليه دي اسمها عصبية الخوف من فوات الايه من فوات الصحة وفوات الحياة يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه احن عليه ومحتاج ان انا ندعمه واقذره عشان ايه اللي حاصل يهدأ واكون عونا له على نفسه الامارة بالسوء وعلى شيطان يكون دوت من ببت وتعاونه على البر والتقوه يبقى انا بقى اتعاون معاه على البر والتقوه انا ده اللي انا شايفه اما مسألة ان هو وبعدين مقدار فكرة ان هو بقى يعمل الحاجات اللي بتغضبني تم جايز الحاجات اللي بتغضبك ده جاي من عدم تقدير الظرف اللي هو فيه دلوقتي في مرضه يبقى احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نطمئنه ان هو ما زال في فضل الله وفي كرم الله وما زال في وسع الله فلما يحصل ده ايه ده الحال طبعا حد ييجي يقول لي انت ليه ما قلتلوش ان هو يكون بر بقى ابيه وامي بلا شك ان هو يبقى بر يبقى ابيه امه ده قولا واحدا بس هو مين اللي بيسألني دلوقتي انت او هو ولا الابن انت هو لو سألني هقول له بر الوالدين ركن من اركان الاخلاق في الحياة اياكو بر الوالدين طب انت لماذا بتقوله دلوقتي ما هو شوه اللي سألني انت اللي سألني انت الوالدين اللي سألني فكان متوجب علي ان انا مرضه ده اثر على اخلاقه ولذلك انا شايف ان انت لابد ان انت تفعله ده يا سادة انا اتكلمنا في حلقة النهاردة في شيء مهم جدا جدا وتكلمنا عن السبعية نتخلص بيها من اكتئاب ما بعد رمضان عشان نقدر نعيش داوما في حال وصلي مع الله وحال كرم وحال سعة وحال كمال وحال سعد وحال هنا وخير العمل ادوامه وانقل ده بيعلمنا فلسفة كبيرة اوي ان احنا نأخذ من كل الخيرات الموجودة في مواسم الله عشان نبقى بيها طوال الحياة يا رب اكرمنا واجعلنا داوما نرى الوسعة في مددك وان مددك لا ينتهي بل نغرق فيه لكي نحيا في كل لحظة من لحظات حياتنا غرقى في نعمك يا رحمن فنسألك على الدوام ان نكون من اهل الشكر والامتنان لمددك الدائم يا مولانا يا كريم يا رحمن رزقنا دوما ان نكون من اهل الاستقامة والاخلاق في كل زمان ومكان يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر